موسيقى الرئيس السيسي وجه بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا المخطط لها مدبولي في تونس للمشاركة بأعمال الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة بين البلدين المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي يؤكد أن انضمان فنلندا إلى حلف شمال الأطلنتي سوف يكون تاريخيا السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا للتخطيط الزمني والإنشائي المقرر للإنتاء من الأعمال مع الاهتمام بتفاصيل التنسيق الحضرية بكافة الطرق والمحاور والأحياء لتتكامل مع جميع العناصر الإنشائية والهندسية للعاصمة الإدارية ولتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الحديثة توجيه الرئيس السيسي جاء خلال اجتماعه مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير مصنع إبداع للرخة اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجاري العمل بها في مختلف القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية فضلاً عن الأعمال المعمارية والإنشائية بقاعات مسجد مصر إلى جانب تصميمات دار القرآن الكريم وصلت المقتنيات النبوية بالقاعة التاريخية في الدار كما اطلع السيد الرئيس على سير العمل بشبكة المحاور داخل العاصمة الإدارية وجهود التنصيق الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية بها وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للإنتهاء من الأعمال مع الاهتمام بتفاصيل التنصيق الحضاري بكافة الطرق والمحاور والأحياء لتتكامل مع جميع العناصر الإنشائية والهندسية للعاصمة الإدارية ولتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الحديثة أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة والتي تستهدف تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين تصريحات مدبولي جاءت في أعقاب وصوله على رأس وفد وزري رفيع المستوى إلى مطار تونس قرطاج وذلك لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة السابعة عشر لللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين لتعزيز مجالات التعاون الثنائي وكان في استقبال رئيس الوزراء بالمطار رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف من جانبها أكدت بودن على الأهمية الكبيرة التي توليها تونس لتعزيز علاقات التعاون مع مصر بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين ومن المقرر أن تشهد الزيارة التي تستمر على مدار يومين توقيع عدة وثائق في مجالات تخدم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتونس فضلا عن عقد المنتدى الاقتصادي المشترك لتبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية بين البلدين وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الانتاج الزراعي والدجني والجرائم التي تضر بالبيئة حيث وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية حملات تفتيشية مكبرة وجهتها وزارة الداخلية لضبط كافة جرائم الغش التجاري فقد استهدفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عددا من المصانع والمخازن غير المرخصة بالقليوبية في مجال إنتاج وتعبئة المواد الغذائية والمنظفات والمطهرات المنزلية والمعطرات وتبكنت من ضبط مصنعين ومخزنين بدون ترخيص في هذه المجالات بلغ إجمال المضبوطات 54 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي مواد بلاستيكية و17 طن مخلفات إلكترونية خطرة وقرابة 21 طن منظفات ومطهرات ومعطرات مغشوشة ومقلدة و33 طن ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر واستمرارا لحملات الإدارة بالقليوبية نجحت في ضبط أربعة مصانع وشركة بدون ترخيص بمضبوطات بلغت قرابة 62 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة و89 طن ملح طعم مغشوش وثمانية أطنان ونصف غراء مغشوش وقرابة 15 طن مواد بلاستيكية مقلدة وفي مجال حماية الثروة الزراعية تمكنت الإدارة من ضبط أربع وسلاسين قاضية بنطاق مدرية أمن البحيرة والقليوبية بمضبوطات 14 طن ونصف أعلاف وقرابة 7 ألاف عبوات مخصبات ومبيدات زراعية وأدوية بيطارية بدون ترخيص وضبط أربع قضايا بنطاق مدرية أمن المنوفية بمضبوطات بلغت 64 طن وقرابة 17 ألف عبوات أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية وأكثر من طن أعلاف جمعها بدون ترخيص وبنطاق الفيوم تم ضبط ثماني قضايا بمضبوطات أكثر من 57 طن أعلاف بدون ترخيص وبنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات واصلت إلى 7 أطنان أسمدة ومخصبات زراعية و79 طن ونصف أعلاف بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية وفي مجال حماية البيئة نجحت الإدارة في ضبط خمس قضايا بالقاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والفيوم بمضبوطات قرابة 30 ألف عبوات منظفات بدون ترخيص ونحو 32 ألف عبوات مواد غذائية بدون ترخيص و71 طن ونصف مواد غذائية بدون ترخيص ومجهولة المصدر وفي مجال الطب البيطاري تم ضبط 7 قضايا بالقليوبية بمضبوطات واصلت إلى أكثر من 5 أطنان ونصف لحوم منتهية الصلاحية ومسبوحة خارج المجازر تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 343 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 34 طن مواد غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط قرابة 5 أطنان سلع غذائية كما تم ضبط 12 طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 17 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 430 قضية من بينها 144 قضية خبز ناقص الوزن فضا عن 114 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وعودة مشاهدين الكرام لزيارة رئيس الوزراء إلى تونس لحضور اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هناك أحمد أبو الحسن أحمد إذن ضعنا في جديد زيارة زيارة سيد رئيس الوزراء إلى تونس يعني بعد التحية بالفعل بعد قليل سوف ينطلق المنتدى الاقتصادي التونسي المصري هذا المنتدى الذي يحضره عدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين المصري والتونسي بالتأكيد هناك سوف يتم عرض فرص الاستثمار في البلدين وخاصة فرص الاستثمار التي تتعلق في مجالات الكهرباء والطاقة والزراعة والاتصالات والإسكان وغيرها من الفرص المتاحة في البلدين بالتأكيد هناك فرص استثمارية واعدة في البلدين هذه الفرص سوف يتم بلورتها إن شاء الله في بروتوكولات تعاون واتفاقيات وبرتوكولات بين مصر وتونس في العديد من المجالات المختلفة هناك تأكيد على أن العلاقات المصرية التونسية تطورت بشكل كبير وحدث لها تطور بشكل واضح وخاصة خلال الأربع سنوات الماضية هناك بالفعل العديد من المشروعات القائمة في البلدين الشقيقين والتي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين هناك رغبة قوية وإصرار من القيادة السياسية على ضرورة الاستمرار في هذه النجاحات والاستمرار في هذه الاستثمارات التي باتت تشكل عاملا هاما لكل البلدين رؤى القيادة السياسية في البلدين في طريقها إلى التحقق وهي تعزيز العلاقات ليست فقط على المستوى الاقتصادي ولكن على المستوى السياسي والمستوى الثقافي وكافة المستويات المختلفة نعلم أيضا أن الوفد المرافق لسيدة دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووفد رفيع المستوى يضم عدد من سادة الوزراء المعنيين بمجالات التعاون بين مصر وتونس هناك يعني في خلال هذه الزيارة سوف يتم عقد عدد من برطوكولات التعاون والاتفاقيات لأوجه التعاون المختلفة استمرارا للنجاحات التي تمت قبل ذلك وللمشروعات التي بالفعل هي ما زالت قائمة بين مصر وتونس هناك أيضا إشادة من دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالاستقبال الحافل الذي يعني لاقاه اليوم من خلال هذه الزيارة إلى دولة تونس الشقيقة فكان في استقباله السيدة ناجلاء بودين رئيسة الحكومة التونسية وعدد كبير من السادة الوزراء هناك أيضا تأكيد من السيد رئيس الوزراء بأن الفترة القادمة سوف تشهد إقبالا كبيرا خاصة في مجال الاقتصاد بين البلدين وسيد رئيس الوزراء سوف يقوم أيضا برئاسة اللجنة العليا المصرية المشتركة التونسية في دورتها السبعة عشر نؤكد أيضا أن هذه اللجنة تعد إحدى أقدم اللجان المصرية في الوطن العربي وأن هناك ما يقرب من 135 برتقول ووصيق التعاون في أوجه التعاون المختلفة على كافة المستويات تمت خلال اللجان الاقتصادي اللجان المشتركة التي تمت خلال السنوات السابقة وهي مصر وتونس الآن يعني بالفعل تقوم بتجديد هذه النجاحات والاستمرار فيها والإصرار على النجاحات في المجالات المختلفة بفضل رؤية القيادة السياسية في البلدين نعم أحمد نعم شكرا جزيلا لك أحمد أبو الحسن كنت معنا من تونس شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أثراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في الاجتماع الوزري الذي تستضيفه الدنمارك حول تنفيذ تعهدات المناخ والمنعقد برئاسة مصرية بريطانية مشتركة وقد ألقى شكري كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها على ما يوفره الاجتماع من فرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول جوانب تنفيذ عمل المناخ الدولية وذلك من خلال تفعيل بنود اتفاق باريس حول المناخ والوفاء بالتعهدات الوطنية حول خفض الانبعاثات بجانب التعهدات الأخرى التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر جلاسيكو العام الماضي كما أبرز شكري في كلمته ما تحتل له قضية الوفاء بتعهدات للمناخ من أولوية لدى الرئاسة المصرية للدورة المقبلة للمؤتمر وكيفية تحويل هذه التعهدات لواقع ملموس على الأرض معربا عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تقييم الوضع الحالي لتنفيذ التعهدات وفي تحديد كيفية العمل من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس حول المناخ كما التقى أيضا الوزير شكري خلال زيارته الحالية لكوبنهاجن برئيسة وزراء الدنمارك ميتة فريدريكسون وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية اهتمام مصر بزيارة الاستثمارات الدنماركية وتعزيز مشاركة الجانب الدنماركي في خطة التنمية المصرية من جانبها أعربت رئيسة وزراء الدنمارك عن الاهتمام بتعزيز التعاون مع مصر والتطلع للدفع مختلف أوجه العلاقات الثنائية بصفته شريكا محوريا في الشرق الأوسط وخلال زيارته لكوبنهاجن عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره الدنماركي بحضور وفدي البلدين لبحث كافة مجالات التعاون الثنائي خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية والتحول الأخضر ولتناول القضايا الدولية والإقليمية ذات الأولوية كما وقع وزير الخارجية مذكرة تفاهم مع نظيره الدنماركي بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة خارجية الدنمارك وذلك بشان تشعر السياسي رفيع المستوى بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك في جنازة رسمية شويعا من مقر الرئاسة الفلسطينية برامالله جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقل التي استشهدت أمس بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقد شارك ألاف الفلسطينيين في الجنازة وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا ومن المقرر أن تتم مراسم الدفن غدا في مقابر العائلة حيث مسقط رأسها في مدينة الخليل من جانبه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن اغتيال شيرين أبو عقل وخلال مراسم تأبين رسمية لأبو عقل في رامالله أضاف عباس أنه يرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية مؤكدا أنه سيذهب فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن جريمة الاغتيال بسم الله الرحمن الرحيم نودع اليوم شيرين أبو عقل شهيدة فلسطين شهيدة القدس شهيدة الحقيقة والكلمة الحرة ورمزا للمرأة الفلسطينية والإعلامية المناضلة شيرين بطلة ضحت بحياتها دفاعا عن قضيتها وشعبها أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان متانة العلاقات السودانية المصرية معضحا أنها ضاربة بجذارها في عمق التاريخ وذات خصوصية وخلال لقائه بوفد المجتمع المدني المصري برئاسة السفير محمد العرابي وبحضور السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى أشهد برهان بمواقف مصر الدعيمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية كما قدم البرهان شرحا للوفد المصري حول الأوضاع الرهنة والجهود المبذولة لإنجاح الفترة الانتقالية وبدوره أوضح السفير محمد العرابي أن اللقاء كان مثمرا وإيجابيا وقد تم فيه الاطلاع على تطورات الأوضاع في السودان معربا عن أمله في أن يشهد السودان مرحلة جديدة من الوفاق إلى لبنان حيث انطلقت المرحلة الأولية للانتخابات النيابية اللبنانية بالداخل بتصويت الموظفين المشرفين على المرحلة الرئيسية للانتخابات التي تجرى الأحد المقبل يبلغ عدد الموظفين الذين لهم حق التصويت 15 ألف موظف ويأتي ذلك بعد انتهاء تصويت المختربين اللبنانيين بالخارج في عدد من استفارات ترجمة نانسي قنقر الآن مشاهدين الكرام ننتقل مع لمتابعة جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة آخر تطورات الأزمة الأوكرانية تدين بولندا أشد الإدانة الاعتداءات على المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات ودور الأيتام ولابد أيضا من محاكمة المرتكبين هذه الاعتداءات السيد الرئيس أكثر من ألف مريض من أوكرانيا يعالجون في المستشفيات الكولندية نصفهم من الأطفال وملكز طب الأطفال في مدينة لوبلن يستقبل شباب من مختلف أنحاء البلاد ومن خارجها ونؤكد على أن الأطفال الأوكرانيين على غرار كل أطفال العالم بحاجة إلى المساعدة للتعامل مع مشاكل الصحة النفسية والعزلة التي تسببت بها الحرب وهؤلاء الأطفال قد تركوا خلفهم أسرهم وأصدقائهم وقد قودت حياتهم الطبيعية لذلك تقدم بولندا مساعدة صحة نفسية وعقلية وخدمات اجتماعية للاجئين الأوكرانيين إلا أن الحاجات تزداد يوما بعد يوم السيد الرئيس بولندا تبدل ما في وسعها لمساعدة أطفال أوكرانيا لتخطي هذه الأوقات العصيبة نقدم لهم ملاذا آمنا في منازلنا في بولندا ومع أسرنا وحياة طبيعية نسبيا ونقبل أن نتمكن على الأقل من إنقاذ جزء من أحلامهم وتفوضتهم شكرا على حسن الأصغر أشكر سعادة منذوبة بولندا على بيانها وأعطي الكلمة الآن لمنذوب سلوفاكيا إذا تابعنا جلسة لمجلس الأمن الدولي للأزمة الأوكرانية وتطوراتها في السياق أكد منذوب روسيا لدى الأمم المتحدة فسيلين بينزيا أن الدول الغربية لا تلتفت للانتهاكات التي تمارسها الحكومة الأوكرانية وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة آخر تطورات الأزمة الأوكرانية أضاف نيبينزا أن كييف مارست انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة دومبس وأضاف أن التعليم في أوكرانيا يستهدف توجيه الكراهية نحو روسيا ثمانية أعوام إن حكومة كييف تشن حرب ضد شعبها وفي دومباس هذه الأمور واضحة وبعد ما قاله الرئيس بولوشينكو في 2014 إزاء مواطني الدومباس وهم مواطنون أوكرانيون وقال إننا سنخلق الوظائف ولكن ليس لهؤلاء المواطنين سنساعد الأطفال ولكن ليس أطفالهم والأطفال يمكن أن يستفيدوا من المدارس أما هم سيقبعوا في المآوي وبهذه طريقة يمكن أن نربح الحرب وفق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار بفتح التحقيق حول مزاعم انتهاكات حقوقية للقوات الروسية في أوكرانيا يأتي ذلك فيما أعلنت مفاوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلت عن انتشال ألف جثة من منطقة العاصمة الأوكرانية كييف في الأسابيع الماضية وفي خطابها عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان في جينيف أضافت أن الكثير من الانتهاكات التي تتحقق منها منذ بدء العملية العسكرية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تصل إلى حد جرائم الحرب أعلنت مفاوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن فراري أكثر من 6 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أواخر فبراير الماضي هذا وقد أوضحت المفاوضية أن ملايين الأشخاص قد نزحوا داخل أوكرانيا ذاتها حيث تم تدمير عدد لا يحصى من المنازل بسبب قصف الروسي المتواصل وأضافت أن غالبية الفرين من أوكرانيا قد دخلوا إلى بولندا بينما سافر آخرون إلى المجر ومولدوفا ورومانيا وسلوفاكيا أكد الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن العملة المحلية الروبل قد أظهرت أداء جيدا خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى أنه يعمل على إحداث توازن اقتصادي من خلال تعزيز قيمة الروبل وأضاف الرئيس الروسي أن الحكومة تعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم فرص العمل في البلاد بالإضافة إلى العمل على تأمين الظروف الاقتصادية المناسبة في مختلف الأقاليم الروسية نحن نعلم أنه تم اتخاذ قرار بتلبية حاجات الأسر الكبيرة المحتاجة وكذلك مساعدة الأطفال وتقديم الأموال لهم من عمر 12 عاما إضافة إلى ذلك تقديم أيضا مساعدات مالية لأقاليم روسيا من الميزانية الفيدرالية وهنا أود أن أؤكد أن كل الإجراءات المتخذة يجب أن تكون واضحة ومريحة للأقاليم الروسية وهذه الآليات عليها أن تسهم في وضع برامج اقتصادية جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي والصناعي في هذه الأقاليم الروسية في سياق متصل حضر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري مدفيدف لما سماه بسيناريو كارثي وبخطر اندلاع حرب نووية وذلك بسبب استمرار حلف النيتو بإمداد أوكرانيا بالأسلحة ومن جانب آخر أكد كراملين أن انضمام فنلندا إلى حلف النيتو يشكل تهديدا لروسيا واصفا سعي هيلسينكيل ذلك بالمؤسف واعتبر كراملين أن فنلندا قررت الانضمام إلى الدول الأوروبية التي اتخذت موقفا عدائيا تجاه روسيا من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتجون أن انضمام فنلندا إلى النيتو سوف يكون تاريخيا واعتبر المتحدث باسم البنتجون جون كيربي أنه لن يكون من الصعب دمج البلاد إلى التحالف الدفاعي العسكري مؤكدا أن توسيع حلف الأطلنطي لا يجعل المنطقة أكثر استقرارا وأمنة قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يتصور كيف يمكن أن تعود العلاقات لطبيعتها مع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين في أعقاب الأزمة الأوكرانية وفي تصريحات له أكد جونسون أن العالم يخاطر بالتكرار ما حدث في عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم موضحا أنه أمر مروع وأن بريطانيا تدينه وتستنكره لذلك لا يمكن أن تعود العلاقات لطبيعتها مع بوتين قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية تعيد الاحتشاد لمنع تقدم الجيش الأوكراني نحو الحدود وأضف المتحدث باسم الدفاع الأوكراني أن القوات الروسية مستمرة في قصف الجيش الأوكراني بالمدفعية في وقت شهدت فيه مدينة خركاب تاني أكبر مدن أوكرانيا قسم روسيا عنيفا بغرض محاصرتها والسيطرة عليها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أربعة مواقع قيادية وأربع وثلاثين منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية ومخزاني ذخيرة في أربع وعشرين ساعة وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن الطائرات الروسية ضربت مائة وعشرين منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية بالإضافة إلى تدمير منظومتين دفاع جوي من طراز S-300 في خاركييف وأوديسا أكدت وكالة موديس العالمية أن معدلات التضخم المرتفع الحالية غير عادية وربما تتسبب في انخفاض الأجور الحقيقية والإنفاق والنمو متوقعة تراجع التضخم العام المقبل من جانبها قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريسي لا جارد قالت إن البنك قد يبدأ برفع أسعار فائدة اعتبارا من شهر يوليو المقبل نظرا لارتفاع معدلة التضخم في منطقة اليورو مرتفع وغير مسبوق هكذا وصفت وكالة موديس العالمية معدلات التضخم العالمية مشيرة إلى أنه يتسبب في انخفاض قيمة الأجور الحقيقية وأيضا في تراجع الإنفاق والنمو ورغم هذا الارتفاع في أسعار السلع على المستوى الدولي سيطر على تواقعات الوكالة الدولية التفاؤل الحذر حيث رجحت أن تؤدي الجهود التي تقوم بها البنوك المركزية حول العالم إلى خفض معدلات التضخم العالمي اعتبارا من العام المقبل لكنها رأت أن الأثر الأكبر لانخفاض التضخم سيظهر بشكل قوي في عام 2024 مع تعافي النمو الاقتصادي العالمي موديس أوضحت أن البنوك المركزية المستقلة تضع سياسات تستهدف التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية التي تشمل أسعار الفائدة أو التيسير أو التشجيد الكمي في الوقت نفسه كشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك قد يبدأ برفع أسعار الفائدة اعتبارا من يوليو المقبل نظرا لارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو وتتعجل مجموعة السقور داخل البنك المركزي الأوروبي وهم المؤيدون للسياسة النقدية أكثر سرامة في مواجهة التضخم المرتفع لبدء دورة رفع أسعار الفائدة للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد دكتور علي أهلا بحضرتك هذه هي مؤشرات مودز للتضخم العالمي إلى أين يتجه العالم فيما يتعلق بالطاقة وبالغذاء نظرا ووفقا لهذه الأزمة العالمية بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضرتك والكل السيدة المشاهدين الكرام خلينا نقول طبعا أن العالم في الوقت الراهن بيشهد ارتفاعات كبيرة جدا في معدلات التضخم وإذا اللي دفع البنوك المركزي على مستوى العالم أن هي ترفع من أسعار الفائدة هناك عوامل كثيرة جدا لاتفاعات معدلات التضخم جزء منها أن الاقتصاد العالمي شكل كامل من نعم دكتور علي أسمعك تفضل إذن فقدنا الاتصال بالدكتور علي الإدريسي خبير الاقتصاد شكرا جزيلا لك قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشاز قال إن إسبانيا تعمل مع المفاوضية الأوروبية الاستفادة من الأموال المتاحة كقروض بعد أن تلقت بالفعل أموالا كمنح غير مشروطة وأشار رئيس الوزراء الإسباني أن إسبانيا سوف تسعى لدمج جزء من هذه القروض في خطة التعافي مؤكدا أن إسبانيا قد أرسلت طلبا في أواخر الشهر الماضي إلى المفاوضية للحصول على شريحة ثانية من المنح المشروطة تباطأت تواتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي في وقت تواجه البلاد ارتفاعا في معدل التضخم وفق ما أظهرته بيانات رسمية يأتي ذلك بعدما حضر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن بريطانيا تواجه خطر الركود في وقت يتوقع بأن يتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة 10% هو أعلى مستوى له منذ 40 عاما بحلول نهاية العام ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة لحصول على إعانات بطالب بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ولكن لا يوجد تحول جوهري في ظروف سوق العمل مع السمرار الطلب القوي على العمالة وقد قالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات إعانة البطالة قد ارتفعت إلى 203 ألاف طلب بزيارة قدروها ألف طلب مقارنة بمستوى الطلبات خلال الأسبوع السابق والتي كانت قد بلغت 202 ألف طلب مشاهدين الكرام السادسة مستمرة معكم وتتبعون فيها بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد رئيس كوريا الشمالية يدعو إلى إغلاق المدن والمقاطعات وإلى تطورات كورونا حيث تعهد رئيس كوريا الشمالية كيم جون أون بتطبيق نظام حجر صحي طارئ إلى أقصى درجة للتغلب على بيروس كورونا يأتي ذلك في أعقاب تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد وقد وجه كيم بالتشديد المراقبة على الحدود وفرض إجراءات لاحتواء الجائحة داعيا إلى إغلاق المدن والمقاطعات في سائر أنحاء البلاد قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم قال إن جائحة كورونا لم تنتهي بعد رغم انخفاض حالات الوفاة والإصابة بالفيروس عالميا وأضاف أدهنوم في كلمته عبر الفيديو كونفرنس خلال القمة الدولية لمواجهة جائحة كورونا أضاف أن زيادة معدلات الفحوصات على مستوى العالم ساهمت في التعرف على تطورات الفيروس والتصدي له مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الاستمرار في دعم كل الدول لتصل إلى نسبة 70% من طلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا وبالتزام أظهرت صحيفة تابعة للبيت الأبيض أن القمة العالمية الثانية لكورونا جمعت ما يزيد عن 3 مليارات دولار في صورة تمويل جديد لمكافحة الوباء وأفدت الصحيفة أن التمويل يشمل أكثر من ملياري دولار لإستجارة لمكافحة الوباء 962 مليون دولار من أجل الاستعداد لمواجهة الأوبئة والحفاظ على الأمن الصحي العالمية قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تنكيس الأعلام فوق المباني الرسمية لمدة خمسة أيام وذلك حدادا على وصول عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مليون حالة وفاة وفي بيان له أكد بايدن على ضرورة أن يظل الشعب الأمريكي يقضا في مواجهة هذا الوباء وأن يفعل كل ما في وسعه لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح من خلال تكثيف الفحوص واللقاحات والعلاجات أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات جراء كوفيد في أوروبا والتي كانت بؤرة الوباء قد تجاوز عتبت مليوني شخص إعلان يأتي غدا تأعلان وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان لها أن الاتحاد سيقوم بإلغاء إلزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارا من الاثنين المقبل مع انحصار جائحة كورونا في أوروبا أعلنت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان أن الاتحاد سيلغي إلزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارا من الاثنين المقبل وهو القرار الذي لقى إشادة من أكبر جمعية عالمية لشركات الملاحة الجوية إياتا التي أكدت أن القرار الجديد يقضي بإعطاء المسافرين حرية الاختيار بين وضع الكمامة أو لا وفي الوقت نفسه أكدت وكالة سلامة الطيران الأوروبية أن الكمامة ستظل إحدى الوسائل التي توفر أفضل حماية ضد تفاشي فيروس كورونا وخصوصا للأشخاص الضعفاء ورغم قرار وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي إلا أن ألمانيا أول اقتصاد أوروبي والبلد الأكثر اقتضادا في الاتحاد الأوروبي أعلنت أنها لا تعتزم نهائيا إلغاء إلزامية الكمامة في الطائرات وأفادت وزارة الصحة الألمانية بأن إلزامية وضع الكمامة في الطائرات تبقى سارية لكل الرحلة الداخلية وكذلك للرحلة التي تقلع من ألمانيا وتهبط فيها ويأتي تخفيف إجراءات الحماية الصحية في وقت يبدي فيه الأوروبيين توجها كبيرا نحو معاودة الصفر بعد عامين من الوباء وتوقعت وكالة مراقبة الملاح الجوية الأوروبية أن تنتعش حركة الطيران هذا الصيف بما يوازي 95% مما سجلع عام 2019 وذلك رغم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والصدمة النفطية والتضخم أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماركوس سيفكوفيتش أن الاتحاد الأوروبي لن يتفاوض مجددا من أجل بروتوكول التجارة الخاص بأيرلندا الشمالية تصريح يأتي فيما يعقد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي مع مشرعين بريطانيين في العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة العلاقات التجارية بين الجانبين جلسة تعد الحدود الأيرلندية المفتوحة هي جزءا أساسيا من عملية السلام التي أنهت عقودا من العنف في أيرلندا الشمالية وهي أيضا الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي يشترك مع حدود برية مع دول الاتحاد الأوروبي نعود بتجديد تحية على حضراتكم كشف جيش كوريا الجنوبية عن إطلاق كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة سنان في العاصمة بيونج يانج مضيفا أن الصواريخ قد أطلقت باتجاه بحر اليابان ويرجح بأن عملية الإطلاق هي التجربة الرقم 16 التي تجريها الدولة المسلحة نوويا هذا العام بدورها أكدت وزارة الدفاع اليابانية عن عملية الإطلاق وقال خفر سواحلها أنه أصدر تحذيرا بشأن السلامة للسفن مفاده بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا وفي حياة كريمة انطلقت قافلة طبية بالوحدة الصحية بحلايب جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا وقد وقعت القافلة الكشف مع صرف العلاج ل196 حالة بمختلف التخصصات الطبية تم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر نضمت مدرية الصحة بضميات قافلة طبية في قرية أبو سعاد الصغرى التابعة لمركز كفر سعد وذلك ضمن جهود مبادرة حياة كريمة يأتي ذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى والمناطق النائية تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضلا عن معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا الخدمات المتميزة التي تقدمها وظافة الصحة من خلال كوفرة الطبية نسعى إلى أن نعمل حالة من الإرضاء للناس والجماهير على الخدمات التي تقدمها وظافة الصحة من خلال كوفرة الطبية نسعى إلى أن نقدم من الكوفرة الطبية خدمة طبية متميزة والهدف من الكوفرة الطبية أن نصل بالخدمة الصحية إلى أماكن تواجد المواطنين في أماكن تواجدهم وده يتأتم أن نحن النهاردة موجودين في قرية أبو سعادة الصغرى مركز كوفرة في ساعد وحفظه الدميات القرية دخل تطوير كل المدارس والوحدات الصحية والشبكات المياه والصرف ضمن المشروع الرئاسي مبادرة حياة كريمة مركز كوفرة ساعد والمستهدف ضمن المبادرة للصحة حياة كريمة أبو المرحلة الأولى قوفة العلاجية تقدم خدمة مويازة من خلال كوفرة الصحة وهي أنها توصل للخدمة الصحية في الأماكن البعيدة للمواطنين اللي مش بيقدر يوصل للمشروع المركزية سواء كان للكشف الدوري أو سواء كان لكشف المبكر لكشف الأمراض الحاجة التانية كمان أن هي الخدمة مجانية تماماً بداية من قطع التسكرة وحتى انتهى الخدمة حاول طبعاً كل فترة أننا نزود الخدمة يعني المقدمة ونرفع من جودتها بحيث أنها تتماشى مع قيمة المواطنين مصر وأهميته بالنسبة للدولة كافلة عندنا النهاردة في أبو سعادة الصغيرة وعملة الواجب ومزبطين الدنيا وجد كشفت مسالك بولية وكشفت أعظام وعملين الصحة وزيادة والعلاج مزبوط ومية مية وربنا يبرق لنا في الرئيس عفتاح السيسي رجل جمهورية مزبط لنا العمل ومروء الدنيا وربنا يخلو لنا وصلح حال أكد وزير الزراعة وصلاح الأراضي السيد القصير أن الدولة تقف دائما بجوار الفلاح وتقدم له كل الدعم خاصة في مجال المحاصيل الاستراتيجية يأتي في مقدمتها محصول القمح النظر لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي وضف القصير أن الوزارة تتابع مع الفلاحين قبل موسم دراعة القمح حيث تقوم بنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التي تجود في أرضه مشيرا إلى أن الأصناف التي تقدمها الوزارة تحقق أعلى إنتاجية في العالم بمتوسط 19-20 إردب في الفدان افتتح محافظ القليبية عبد الحميد الهجان ورئيس جامعة بنها جمال سوسة موسم حصاد القمح بمزرعة كلية الزراعة بمشتهر واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول موسم حصاد القمح في مزرعة الكلية حيث بلغت المساحة المنزرعة بقمح حوالي 15 فدانا وقد أشاد بالتعاون المثمر مع جامعة بنها في مختلف المجالات والقطعات التي تهدف إلى خدمة أهالي المحافظة مؤكدا على اهتمام المحافظة بموسم حصاد القمح باعتباره عاما استثنائيا بالنسبة لمحصول الأمح السنة وطبعا محصول الاستثنائي فعلا للظروف التي تعرفينها الأزمة بين روسيا وأوكرانيا نحن بدأنا الحياة من بدر من خلال اجتماعات قبل الحصاد يمكن بشهر بشهر ونص عادنا مع المزارعين عادنا مع جامعات الزراعية وزارة الزراعية الحقيقة كانت دعمة لنا ودعمة للمزارعين من خلال المزايا اللي كانوا بقدموها للمزارعين من ناحية التسويب الليزر مجانة من ناحية الحصاد توفيع المكان الحصاد بتخفيض 50% عن السعر اللي هو الخارج في السوق الزراعي يعني فالحقيقة هلقينا فيه استجابة فعلا من المزارعين وفيه حماس ووطنية انهم يوردوا كامل المحصول بتاحهم وازياد من المستهدف توعيده ان شاء الله احنا النهاردة بيتم حصاد الامح في الارض المخصصة لكلة الزراعة احنا تم زراعة 15 فدان موجودين النهاردة بنحصدهم الحمد للهرب العالميين انا شايف نساء الوزير مبسوط جدا من الامح والثمرة نضجة الصنبولة نضجة كويس جدا وممتلئة احنا يعني متوقع ان الفداني طلع اكتر من 20 طن ان شاء الله ودي نسبة عالية جدا ومشاهدين في الاقتصاد نتابع مع حكمة عبد الحميد تقدم لنا النشرة الاقتصادية اليك حكمة شكرا اميمة شكرا نوها وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة التقت وزيرة التعاون الدولية رانيا المشاط الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ورئيس مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ميمي ميزوتري وذلك خلال زيارتها لمصر بحث الجانباني التعاون المشترك في ضوء التحضير للصدافة مصر الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية كوبا 27 وكذلك تعزيز الجهود المستقبلية للحد من الكوارث في ضوء أولويات التنمية في مصر وخطة 20-30 أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي أن هناك تعاون مشترك في الاستثمارات اليابانية المتمثلة في رصيف السيارات بشارق بورسعيد مع تحالف اليابانية الفرنسية كذلك مصنع للمستحبرات الطبية كأول مصنع ياباني في المنطقة الصناعية بالسخنة والمقرر الانتهاء من أعماله الإنشائية قريبة جاء ذلك خلال لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع السفير الياباني أوكا هيروشي لدى القاهرة في مقر المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة ذلك لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة ومجالات التعاون بين الشركات اليابانية والمنطقة الاقتصادية في مختلف القطاعات الصناعية قالت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إن السعر سلة خاماتها قد ارتفع بواقع 84 سنت ليستقر عند 109.2 دولار للبرميل في التعاملات بعد أن كان السعر قد بلغ 108.18 وجاء في نشرة المنظمة أن المعدل السنوية للسعر السلة للعام الماضي بلغ 69.89 دولار للبرميل وأشارت أوبك إلى أن أسعار العقود الأجلة للنفط قد شهدت تقلبات عالية وذلك بسبب التوقعات غير المؤكدة للعرض والطلب على النفط على المدى القصير مشيرة إلى أن سعر سلة أوبك المرجعية زاد بمقدار 19.53 دولار أو 20.8 في المئة ليستقر عند 113.48 من مئة للبرميل انتهت الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة وعود مرة أخرى إلى أميمة ونغى إليكما شكرا جزيلا لك حكمت والآن مشاهدين الكرام إلى العنوين الرئيس السيسي وجه بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق المخطط لها مدبولي في تونس لمشاركة بأعمال الدورة 17 لجنة العليا المشتركة بين البلدين المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية يؤكد أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلنطي سيكون تاريخيا وصلنا وإياكم إلى خدام نشرتنا شكرا لكم وفي أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة